نبع بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم إمتنا فمن طلب العلا وصله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم أبناء التلاميذ متابعية الأفاضل في قناتكم قناة التميز في العلوم الطبيعية للطور المتوسط اليوم بإذن الله سنقوم بحل سلسلة تمارين حول خصائص الوسط الحي بعدما تعرفنا في الدرس الماضي على خصائص الوسط الحي والعناصر المكونة للوسط الحي وتعريف الوسط الحي وأنواع الأوساط الحية نبدأ بسم الله وعلى بركة الله تعالى مع أول تمرين بغرض التمييز بين العناصر الحية والعناصر اللاحية التي يتكون منها الوسط الحي استعين بالوثيقة التالية المطلوب استخرج من الوثيقة رقم واحد العناصر المكونة لهذا الوسط الحي أي ابحث في هذه الوثيقة والأسماء مدونة على الوثيقة ابحث عن العناصر الحية والعناصر اللاحية الموجودة في الوثيقة رقم واحد السؤال الثاني حدد ما تشكله العناصر الحية مجتمعة في الوسط الحي السؤال الثالث حدد ما تشكله العناصر اللاحية مجتمعة في الوسط الحي وآخر سؤال معنا قدم تعريفا للوسط الحي نمر دون إطالة لمناقشة وحل التمرين الأول نبدأ بالسؤال الأول واستخراج العناصر المكونة لهذا الوسط الحي نقرب جيدا الوثيقة ونستخرج مكونات الوسط الحي لو تعملنا جيدا في هذه الوثيقة التي تمثل الوسط الحي سنجد بأنها تتكون من أشجار، نباتات، تربة، ماء، كائنات حية مجهرية، فحالب، أسماك، طيور كما نجد أيضا الإضاءة كما تبنو لكم الشمس نجد أمطار التي تمثل الرطوبة ونجد الهواء وإن كنا لا نراه إذن هذه أهم العناصر المكونة لهذا الوسط الحي نلخص ما تعرفنا عليه من خلال هذه الوثيقة إذن العناصر المكونة لهذا الوسط الحي تتمثل في عناصر حية هذه العناصر الحية هي الطيور الطحالب نجد أيضا أشجار، أسماك، كائنات حية مجهرية وهي الميكروبات أيضا نجد النباتات أو الأعشاب الصغيرة أما العناصر اللاحية فنجد التربة، الماء، الهواء، الضوء ممثلا من ضوء الشمس والأمطار إذن هذه أهم العناصر الحية والعناصر اللاحية الممثلة للوثيقة رقم واحد أو للوسط الحي الموجود بالوثيقة رقم واحد نأتي إلى السؤال الثاني ماذا يشكل مجموع العناصر الحية للوسط الحي؟ يشكل مجموع العناصر الحية للوسط الحي مجتمعة ما يعرف بالوحدة الحياتية السؤال الثالث ماذا يشكل مجموعة العناصر اللاحية مجتمعة إذن يشكل مجموعة العناصر اللاحية ما يعرف بالمدى الحيوي الجغرافي نأتي الآن إلى تقديم تعريف شامل للوسط الحي ببساطة الوسط الحي هو الحيز الجغرافي الذي تعيش فيه الكائنات الحية ويتكون من عناصر حية وعناصر لاحية ويمكننا أن نقول بأن الوسط الحي هو عبارة عن وحدة حياتية مرتبطة بمدى حيوي جغرافي الوحدة الحياتية هي مجموعة العناصر الحية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعناصر اللاحية التي تتبثل في المدى الحيوي الجغرافي والآن نمر دون إطالة للتمرين الثاني الذي اخترته لكم في هذه السلسلة نقرأ سويا التمرين الثاني التمرين الثاني حدد العبارات الصحيحة وصحح الخاطئة إن وجدت العبارة الأولى يتكون الوسط الحي من عناصر حيوية فقط هذه الإجابة خاطئة الوسط الحي يتكون من عناصر حية وعناصر لاحية السؤال الثاني الماء الذي يجري في الوديان هو عنصر حيوي الإجابة أيضا خاطئة الماء الذي يجري في الوديان هو عنصر لاحيوي العبارة الثالثة لكل وسط حي كائنات حية خاصة به نعم تعرفنا خلال الدرس بأن الكائنات الحية الموجودة في الوسط البري تختلف عن الكائنات الحية الموجودة في الوسط المائي والكائنات الحية الموجودة في الوسط الصحراوي تختلف عن الكائنات الحية الموجودة في الوسط الغابي السؤال الرابع يعتبر الهواء عنصر لاحيوي نعم الإجابة صحيحة يعتبر الهواء عنصر لاحيوي آخر عبارة معنا تشكل العناصر الحيوية المدى الحيوي الجغرافي إذن الإجابة خاطئة تشكل العناصر الحيوية الوحدة الحياتية والآن بعدما قمنا بحل التمرين الثاني نمر دون إطالة للتمرين الثالث تمثل الوثائق التالية أوصاطا حية مختلفة المطلوب تعرف على نوع الوسط الحي الممثل في الوثائق التالية أو في كل وثيقة من الوثائق التالية السؤال الثاني على أي أساس اعتمدت لتصنيف هذه الأوساط الحية آخر سؤال أذكر بعض الكائنات الحية الحيوانية والنباتية المنتشرة في كل وسط من هذه الأوساط والآن نمر دون إطالة لحل التمرين الثالث نبدأ بالسؤال الأول وأتعرف على نوع الوسط الموجود في كل وثيقة من الوثيقة الثالث نبدأ بالوثيقة الأولى الوثيقة الأولى الوسط الموجود هنا هو وسط بري غاب أما الوسط الموجود في الوثيقة الثانية فهو وسط ماء إذ يمثل بحيرة أما الوثيقة الثالثة فنوع الوسط الموجود هنا هو وسط بري صحراوي نمر الآن للسؤال الثاني ما هو الأساس الذي اعتمدنا عليه لتصنيف هذه الأوساط الحية؟ أول أساس نعتمد عليه لتصنيف هذه الأوساط الحية هو نوع التربة فالتربة الموجودة في الوسط الأول تختلف عن التربة الموجودة في الوسط الثالث كمثال أيضا تختلف عن التربة الموجودة في الأوساط المائية الأمر الثاني هو العوامل المناخية فمثلا في الوسط الغابي نجد المغياثية أو الأمطار نجد حرارة معتدلة ونجد أيضا رطوبة عالية بينما لو اتجهنا إلى الوسط الصحراوي سنجد بأن الوسط هنا جاف والمغياثية أو الأمطار تكون قليلة جدا إذن هذه أهم العناصر عنصر آخر نعتمد عليه أيضا في تصنيف الأوساط الحية هو نوع الكائنات الحية الموجودة في كل وسط فمن خلال الكائنات الحية الحيوانية والنباتية يمكننا أيضا أن نعتمد أو نستعملها في تصنيف هذه الأوساط الحية نمر للسؤال الأخير معنا وهو ذكر بعض الكائنات الحية الموجودة في كل وسط من الأوساط الثلاث نبدأ بالوسط الغابي من بين الأشجار التي نجدها في الوسط الغابي نجد كمثال أشجار البلوط، أشجار الصنوبر، أشجار الخروب، والكثير من الأشجار التي تنتشر في الغابة أما الحيوانات فمثال سنجد الطيور بأنواعها، نجد القردة، نجد ممكن الغزلان، الأساد، الفاهد، الديدان، والحشرات بمختلف أنواعها إذن أينما وجد الماء والغطاء النباتي كلما كانت الحيوانات كثيرة جدا في هذا الوسط نأتي الآن إلى الوسط الثاني وهو الوسط المائي الوسط المائي قد يكون وسط مائي مياهه عذبة كالبحيرات والأنهار والوديان وقد تكون مياهه مالحة كالبحار والمحيطات وفي كل وسط من هذه الأوساط سنجد أصناف متعددة من الحيوانات ومن أهم الحيوانات التي نجدها في الوسط المائي سنجد بالدرجة الأولى الأسماك بأنواعها نجد الطحالب بالنسبة للنباتات قد نجد المرجان في أعماق البحار وقد نجد مثلا على الساطح البط خاصة في البحيرات إذن فقط هذه نبذة عن الحيوانات والنباتات التي نجدها بالوسط المائي نمر الآن لآخر وسط معنا وهو الوسط الصحراوي أغلب النباتات الموجودة في الوسط الصحراوي هي نباتات مقاومة للحرارة والجفاف لذلك فأغلب النباتات الموجودة في الوسط الصحراوي هي نباتات شوكية إذ ينتشر في الوسط الصحراوي أشجار النخيل والنباتات ذات الأوراق الصغيرة مثل الشيح والقيس أما الحيوانات فنجد الفناك نجد الأفاعي نجد الجمال نجد الحقارب ونجد السحلية وحيوانات أخرى لا يسعنا المجال لذكرها إذن هذه فقط نبذة صغيرة عن مختلف الكائنات الحية المنتشرة في مختلف الأوسط وصلنا لنهاية الفيديو أرجو من الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم أبناء التلاميذ لمزيد من الاستفسارات أتركوا لي تعليقات وسأجيبكم بإذن الله تعالى